كاففان كاتر تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة تنقل لكم الحدث عن الحقيقة ولا نمتلكها كما يمتلكها طبيعاً القضاء السيدة خديجة قد تهي أحد المحامين بهاية الفنقرار بمجموعة من الجبل طبيعاً طبيعاً نحاول رفض الاتصال بحاجة من اسم السناء من حسابته في القضاء سواء بالرفض أو بالقبول قبل النصب طبيعاً قدرت شكاية بوحد السيد من صب عليا المحامي هو هنا في الهيئة قنيطرة عن قول غير الحروف الأولادية الاسم دياله عين بقى لكن كان نطلق في محكامة وهو تعرفت عليه كان جاديك سعيلة متمرين تعرفت عليه بدك الوقت مهم كملت العبدة ديالي تزوج سنوياه جاب لي العدول وهمني همار ماشي عدول جاب لي العدول الطار درس سنوياه لاكت هذا كلاكت بقى عندي مدّة الاربع سنين دام هذا كزوج بيناتنا أنا كان عندي واحدة مشكلة ما كانوا لتش قالي الطبيب من الأمر المستحيل تبقى كيبشي معي هو عندك هاتيرة كاملة اللي متبعث معاهم هذا هو يده هو اللي يقيد لي هات الشيء بالتوقيت اللي كان ناخد فيه الدواء والتوقيت ديال الدور الشهرية لأن الطبيب من اللي كان قالي ما كاس ولديش أعطاني هاد دواء قالت من تبعه هو هاده را خطي الدو ولا كدبوا وقال ماشي خطي الده هيا ديروا عليها خيبرة ديروا عليها خيبرة وشوفوا هش خطي الدو ولا مظور هاده را خطي الدو هو فاش بحماليت صافي السيد تبدل اه ما صافي هزلية هزلية الوراق ديالي اللي هما مهمين عندي في حالة مدنية ديال ولدي الحالة مدنية ديال سجلها ديال بالدي هزلية الوراق ديالدار بشرة هنا هزلية قال الوراق اللي عندي هزلية هزلية خمسة المليون باش كان الخدم باش كان مشان تقده هزلية 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 هذك اللي هو مظور أنا عندبلير ها عندي العقد هزهم ليهم شا ما صافي وانا مديتهم شش فيهم قطع الباليزة قطع السنسلة وهزهم لي امشا من هذا الذي سنتصل به قال لي انت ماشي مراسي أول حاجة قال لي انت ماشي مراسي وقال لي انت بيناتنا قال لي سيري اديه لهم سيري تبخري به سيري دريف عن قكرة عندي تسجيل دياله هكا يهدر معايا قال لي انت ماشي مراسي وما بيني وبينك تشي علاقة وما كان عارفك شو هاد النمرة دير خير فراسك ما بقش عيطي لها جيس مؤخر المحكمة قاضى القسرة بغايت نخرج واحد نسخة نفيدية كان صحبه هو باسم دياله ونكن نشكي نو بعمل نسخة فلنملك كان صد اخر قل بالنسخة قلت قلت قل مشيس سا نهضر معا الرئيس لكي نخرج لديه لذيك النسخة من اللي بشيس بليه هو اسمه المحكمة بشيس سا نهضر معايا اعطينا نصدع يالك كان واقف معاوه سيد الذين يجلب له الملفاس السمصار دياله كان عارفه انا مزيان سيجيب له الميلفاس كان وقف معاه وقفوا شوف عفك على فلان بلاس ضاع بلا ما شكل اعطينا هذيك الورقة اعرف الصالح ديالك وديالي اعطيها لي جان فضع لي القروب حال هكا ورا الكاميراس كاينين وكان طلب من مسؤولين يجبضوا الكاميراس وعيشوفوا كل شي بعينهم عيشوفوا الحقيقة لابغوا الحقيقة يجبضوا الكاميرات اللي كاينين سموا عيشوفوا كل شي بعينهم انا ركن مش المحكامة كان بغي ناخد غيش ازراء تاشي واحد ما كيقدر يوريني تاشي واحد ندخل المحكامة بحال لي ما عارش كوني يدخل كل شي كيخاف يهدار معايا تاشي واحد ما كيبغي يهدار معايا وللاسف ما خليت تاشي محامي في المغرب ما اتصلش به حتى محامي واش كيتحرجو ومعرفتش ما كيبغيش يجيوينو بوقت يقول لك احنا الزاميل ديانا كيلي كيقول لي اكت يقول لك احنا محامي ما قدروش نبوضوا دم محامي نطلب من المسؤولين والسيد وكي الماليك كان عارفوا راجل زيان وراجل نازي هو بفموتي يقول لي انا هو المحامي ديالك حنا محطوطا هنا كنحميهم المواطنين نطلب منك السيد وكي الماليك تشبط الكاميرا وتشوف الحقيقة لهذا المحامي هذا هذا رماشي محامي كنا كان مقفوا قدام المحامون كتجين منهم الخلعة كنت كان حصار من المحامون بزاف نطلب من المحامون كي يدافعوا علينا كي يأخدونا حقنا هذا را اشع نقول لك را هو الصخص مياه ديالك المحامون هاد الشي اللي يدار را هو الصخص وتي يقول لي ما كان عارفهاش من لي ما كتعرفني شلش نحط عليك نساء اش عندك انا صرفت عليك ضيعت عليك رزقي خسرت عليك فلوسي وكل شي كيعرفني كل شي كيعرفني حتى المحامون كيعرفوني فين كتخد دامة وراني خدمت ما قدام لمحكامة تنخيط هنا يا دهرك يتقوس عليك بالخياطة وخسرت عليك فلوسي وديت لي رزقي صحيح ودرت لك الضوف داركم في العربية ما عندكمش وما خليز مدرس عليك وخلص عليك الحجز ديال ديال داركم ثلاثة المليون وراء الميل في عندكم فوزان حاكمين عليهم بالحجز على دارهم بغوا يبيعوها لهم وثلاثة المليون انا اللي خلصت عليك انا ما نسمحش لك فيها لايه في دنيا ولا في اخيرة انا كنتلم مساعدة من سيدنا يدخل لي في هادشه وكنتلم مساعدة من سيد وزير العدل ومنسيد وزير حقوق الإنسان يدخل لي في هادشه هو Response يقول لك انا محامي رما عندك ما تصوري مني رأو انا هو السلطة انا هو اللي إحنا المحامون وماللي lleva الحكمه اياي المحامون مع صارفة بهم ولكن هاد سيد رأى مستحيل يدير هادشه شي محامي اللي دارو هو أنا كان طلب من سيدنا ومن ناس المسؤولين يأخذوا لي حقي يأخذوا لي حقي ووقفوا على هادشي هذا أنا راني تقارت وضاقت بيدنياء وضخط بزاف تمنى من المسؤولين يتدخلوا ويشوفوا هادشي ديالي هذا بحل كتشوفوا هذا ورد دياله مني ما استطعناش نتواصله معاه عبر الهاتف بدنا له رسالة نصية عن طريق الهاتف الخلوي وجوهنا ونحاولوا ما أمكن هذه الإجابة دياله نعتمدها في حالة عدم توصلنا لإجراء حوار معه أو للقاء به إذن نتمنى المتتبعين أن تكون قد أبلغت وأوصلت الرسالة إلى حيث يجب من حيث المسؤولين ونتمنى للأخت خديجة أنها تقبط حقها في أقرب وقت ممكن بما يمليه الضمير ويمليه القانون الجارح أبو سالم القنيطرة تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد